السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قبل ما نبدأ بأي شيء دائما نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم أي شيء نقوله دائما لا يعلم الغيب إلا الله إن صدقنا بتفسيره أيضا لا يعلم الغيب إلا الله إن أخطأنا بتفسيره هذا من الشيطان طبعا لا يعلم الغيب إلا الله إذا صدنا بالتفسير هذا فضل من الله تعالى والحمد لله رب العالمين أما إذا أخطأنا فهو من الشيطان الشيطان دائما وأبدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله هو أعلم بكل شيء دائما نتمنى أشياء كثيرة في حياتنا دائما نطلبها من الله أحيانا طبعا وليس أحيانا هذه حقيقة الإنسان بيكون يدعو الله بأشياء كثيرة منذ ولادته أول يوم يتولد فيه حتى هو في بطن والدته شوفوا الحد فين بيكون ربنا كاتب للإنسان قصته كلها والذي يحصل وإمتى يموت وإمتى يعيش وإمتى يتزوج وإمتى يخلف ولكن ممكن هذا يتغير كيف يتغير بالقضاء رد القضاء كيف يحصل رد القضاء سبحان الله وأعلم إنه هو بيتغير بكثرة الدعاء هنا يتغير رد القضاء بيتغير كل شيء بنقول قضاء قدر أي شيء بنقوله قضاء قدر ولكن الرد هنا بيتغير بالدعاء بيتغير بالدعاء طبعاً لكل عارف قصة سيدنا موسى كانت هناك امرأة هي قصة طويلة جداً لا أذكرها بالتمام هي قصة كانت طويلة جداً وكان مكتوب لواحد تقريباً إمتى هتموت تقريباً هي قصة لنا طويلة وكان ربنا أخبر سيدنا موسى بموتة هذه الإنسان أو هذا الرجل لا أذكر تماماً ولكن بعد ذلك الوقت هذه الإمرأة عاشت وليس كما الله أخبر سيدنا موسى بهذه القصة الله أعلم وأعلم والله أنا مش فكرها تماماً حتى أنا ما بحبش أفتي في أي شيء وما بحب كل قصة إن أنا مش واثقة من هذه القصة كنت واثقة منها تماماً بس فعلاً إن أنا انسيتها ولكن إنها اتغيرت يعني كان مكتوب لهذه المرأة أو هذا الرجل تقريباً يموت في وقت معين وبعد فترة هذا الرجل فضل عايش أو هذه المرأة فضلت عايشة فطبعاً سيدنا موسى سأل الله فالله رد عليه إنه هذا بسبب دعاؤها اتغير مكان مكتوب إلها يعني بالدعاء ممكن إنه كل شيء إنه هو يتغير القضاء بيتغير بالدعاء تمام؟ كل شيء احنا بنقول قضاء وقدر هنا بيتغير القضاء بالدعاء طيب طبعاً الآن دلوقتي إحنا هنتكلم دي الرد على استخارة أخواتي اللي موجودين معاي بالقناة الاستخارة بتكون هي عبارة عن ركتين الرقعة الأولى قراءة الفاتحة وقول يا أيها الكافرون الرقعة الثانية بتكون كل هو الله أحد الفاتحة وكل هو الله أحد وبعد ذلك نقول إيه اللي هو دعاء الاستخارة اللي انتو اللي مش حافظه يطلع من عنيت اللي هو اللهم نستخرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وبارك لي فيه طبعاً كل هنا تذكري الحاجة اللي انت بتطلبيها من الله بعد ذلك شو تقولي؟ واللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر شراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تذكري الأمر فأصرفه عني وأصرفنا عنه وقدر لي الخير وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به هذا دعاء الاستخارة لازم تقديه بالليل وتكوني على وضوء وتنامي هذا هو الاستخارة اللي بتنعمل الاستخارة اللي أنا بقوم بيها بيكون معاي كذا شخص كذا شيخ الله يرب يعطيهم طول الصحة والعافية هم اللي بيساعدوني بيها فأنا بأخذها منهم تاني يوم بأخذ الاستخارة بكتبها بعطيها لفلان وفلان هم اللي بيعملوها ده بنقول إيه لا يعلم الغيب إلا الله اليوم إن شاء الله هنتكلم عن يلا اليوم إن شاء الله هنتكلم الرد على استخارة المتابعين نبدأ فيها بسم الله روناء بالنسبة لا روناء عادل ابن خالتك نعم هنا يوجد محبة يوجد محبة بيناتكم وإن شاء الله أن يكون فيه نصيب الوردة السوداء الوردة السوداء مش ظاهر فيه طلاق مش ظاهر فيه طلاق في موضوعك ما هو ظاهر طلاق مودة موشا بالنسبة لمودة موشا نعم هو عادل نادم جدا نادم على الفراق نادم جدا وهو هيحاول أنه يكلمك ميرال بالنسبة لا الحبيب انتظري شهر فقط انتظري شهر هو يحبك نعم انتظري شهر ماشي انتظري هذا الحبيب شهر وبعديها إن شاء الله يكون خير عاشقة كوريا بالنسبة لمحمد في حب في حب نعم محمد يحبك في حب من ناحيته في يوجد حب نعم هناك حب بالنسبة فيرست أوف عراق مشاعر سقر مشاعر سقر كلها مشاعر محبة واضحة جدا في حب بناتكم في حب مشاعر موجودة جدا وإن شاء الله أنه هو يكون من نصيبك هو مش ظاهر فيه خطوبة لكن يوجد محبة الوردة البيضاء بالنسبة لقطعة الأرض لا تبيعوها انتظري انتظروا شوي قطعة الأرض لا تبيعوها انتظروا شوي بالنسبة لنوال حكمي هو يفكر فيك وإن شاء الله أنه يتم رجوع بإذن الله أنه في رجوع مغرورة مغرورة بالنسبة لاملاك إن شاء الله أيامك تكون حلوة بالمستقبل بإذن الله تعالى طبعا والله أعلى وأعلم بالنسبة للوردة الأرض بيضاء بالنسبة للشغل كم لشغلك وإن شاء الله ربنا حيرزقك فيه بإذن الله تعالى أصبري وربنا حيكرم الكثير بالشغل بالنسبة لعماد حمدان نعم هناك في بعض السحر عليه وهذا السبب اللي هو بيحصل مشاكل في بعض السحر ويش السحر هو عيون حسد كثيرة العيون الحسد هي اللي بتخلي موجود فيه عيون بتخلي فيه مشاكل فيه سحر عليه السحر إنه هو متقلب بيخلي دايما إنه فيه مشاكل عندكم في البيت على أدفع الأمور تجد إنه هو فيه مشاكل بالنسبة لمغرورة مغرورة السنة إن شاء الله سنة الجديدة هو فيه خير عليك بس الله أعلم هو إيه بالنسبة لأخوك بالنسبة لأخوك إن شاء الله مع الصبر هينول اللي هو بدور عليه بإذن الله تعالى أما بالنسبة لمريم بالنسبة لأ الحمل قريبا إن شاء الله برضو السنة الجديدة هنسمع بالحمل ليها بإذن الله الحمل قريبا لها بإذن الله تعالى في حمل لها لا مريم ماشي مغرورة مغرورة في حمل بالنسبة لا مريم بإذن الله تعالى هيك يا بنات طبعا نائما وأبدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم زي ما أنا قلت لكم إنه ربنا بكون كاتب شيء ولكن كثرة الدعاء بغير القدر تمام كثرة الدعاء هو اللي بغير القدر داوموا على الاستغفار داوموا على لا إله لأنت سبحانك إنه كنتم من الظالمين كرروها هذا الدعاء كان بقوله سيدنا يونس وهو في بطن الحود ربنا أخرجوا من الظلمات إلى النور تمام كرروها على طول بيتكم دايما نخلص سورة البقرة يا بنات مشاغلة في البيت المعوذات والأذكار اقروا من الصبح والليل لا تنسوا تقولوا لألنجا سبحانك إنه كنتم من الظالمين وادعوا بالدعاء اللي أنتوا بدكم إياه وإن شاء الله ربنا حيستجيب لكم دايما وأبدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم المكتوب هو بيحصل ولكن ممكن يتغير بالدعاء تمام ممكن إنه يتغير بالدعاء زي ما أنا ذكرت في بداية التفسير ربنا يسعدكم ويوفقكم وربنا يعطيكم كل اللي بتتمنوه بإذن الله تعالى هيك إحنا وصلنا نهاية هذا الفيديو اللي هو الرد على استخارة المتابعين بحبكم جدا جدا نتمنى لكم كل السعادة والطوفيق لكم يا رب يعطيكم كل اللي بتتمنوه ربنا يفرحكم ويفرح قلوبكم يا الله يا رب سودعتكم عند الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته